اشتركوا في القناة مؤكدا المجلس أن متابعة جلالة الملك واهتمامه بالمواطنين وشؤونهم تجسد أسمى معاني القائد الحكيم القريبي من أبناء شعبه والحريص على تحقيق قموحاتهم وتطلعاتهم ومساندتهم في مختلف الظروف والتحديات وتحقيق الاستقرار لكل الأسر البحرينية وفي بيان له أشاد مجلس الشورى بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته اليوم بناء على التوجيهات الملكية السامية معربا عن الفخر والاعتزاز بما تقوم به الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وبمؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد وجهودها المتواصلة لوضع البرامج وتقديم المبادرات الرامية لدعم المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص وذلك للحد من تأثيرات جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وتسخير الجهود لضمان استمرار برامج ومسيرة التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر